حكايتنا النهاردة عن النجمة الكبيرة مجدى الخطيب الصورة اللي كنا بنشوفها دايماً النهية كانت بتضحك لكن حياتها كانت مليانة أحزان وألام مجدى الخطيب أدمنت المخدرات ودخلت السجن وتحكم عليها أكتر من مرة وقتلت شاب أمام أمه لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية مجدى محمد كامل الخطيب اتولدت يوم 2 أكتوبر عام 1943 وتوفت يوم 16 سبتمبر عام 2006 عن عمر يناهز 63 عام معلومة معظمنا ما نعرفاش وإن مجدى الخطيب هو خلها النجم الكبير ذاكي رستو دخلت مجدى الخطيب مجال الفن وأول فيلم ليها حب ودلع وبعد كده توارت الأعمال ومن أهم أعمالها السينمائية بنت ابن البنات قصر الشوق وعملت أكتر من 185 عمل سينمائي وعملت كمان أعمال درامية من أهمها امرأة من الصعيد الجواني قاهرة ترحب بكم ريا وسكينة يا رجال العالم التحد زي زانيا كانت مجدى الخطيب بتتعاطى المخدرات وتشرب الكحليات بشراها جدا وكانت في كل حواراتها بتقول إن هي كانت بتحب الرجالة والمخدرات وتزوجت أكتر من مرة الزوج الأول كان اللواء محمد رياض وهو من الضباط الأحرار أما الزوج الثاني فهو رجل الأعمال متحة الهواري وكانت بتتمنى إن هي تنجب وتكون أم لكن بسبب شرهتها للمواد المخدرة والكحليات أثر على صحتها جدا وتحرمت من الإنجاب لدرجة إن هي سفرت خارج مصر للعلاج لكن العلاج ما جابش نتيجة وتزوجت بزواج مدني من مهندس الصوت مسيحي وطلب منها إن هي تدخل الديانة المسيحية عشان تتجوزه وهي رفضت وهي طلبت منه إن هو يدخل الديانة الإسلامية عشان يتجوزها فهو رفض فكان الحل الوحيد إن هي تتزوجه زواج مدني وكل واحد يعيش على ديانته لكن بعد زواجها منه اكتشفت إن هو نصاب واستولى على كل أموالها عاشت مجد الخطيب قصة حب مع محمد زين العدروسي يمني الجنسية وهو رئيس تحرير جريدة السياسة اليمنية وكان أصغر منها في السن وكانوا على وشك الارتباط الرسمي لكن أول ما أهله اكتشفوا إن هو هيتجوز مجد الخطيب رفضوا الزواجة دي وخيروا ما بين إن هو هيتجوزها أو إن هما يحرموه من المراس وقرر محمد زين العدروسي إن هو ينتصل عن مجد الخطيب وما يتممش الجوازة والحادث دوة تأثر على نفسيتها جدا ودرجة اللي هي زودت المخدرات وشرب الخمر أكتر من الأول وكانت حالتها بتتضهور يوم بعد يوم كانت مجد الخطيب بتحب تسوق السيارة الخاصة بيها بنفسها وفي يوم من الأيام كانت سيئة السيارة الخاصة بيها وهي كانت شربة خمر وكانت متعاطية مخدرات وسائت السيارة بتهور شديد لدرجة إن هي صدمت شاب كان ماشي في الشارع مع والدته اسمه السيد عبد الله كان وحيد أمه وأبوه وكان طالب في قلية الطب وتوفى سيد عبد الله في الحال وكان في مكان الحادث متواجد ضابط اسمه محمد نمنا حاولت مجد الخطيب إن هي ترشيه لكن محمد نمنا مرفض وتم القبض على مجد الخطيب وتعارضت للمحاكمة لكن بنفوذ مجد الخطيب هددت أم الشاب اللي توفه وغيرت أقوالها وبكده قدرت تاخد مجد الخطيب حكمه مخفف وأخدت حكم السجن لمدة ست شهور فقط بعد خروج مجد الخطيب من السجن اتقابض عليها مرة تانية وهي بتتعاطى المخدرات داخل سيارة مع اتنين مدمنين وتحكم عليها لمدة خمس سنوات لكن هي قدرت تهرب خارج مصر وسفرت لأبرس وعاشت هناك مدة خمس سنوات ورجعت مصر بعد انقضاء مدة الحكم لكن بعد رجوعها مصر بعد عنها جميع الفنانين وما كانش بتعرض عليها أي أعمال علشان تشتغلها فقررت ان هي تدخل مجال الانتاج وانتجت مصرحيتي أنا هي انتي مع الفنانة هيتم قيل عن مجد الخطيب من الأشخاص المقربين لها ان هي كانت بترفض الصلاة لكرهها للصلاة لكن في الحقيقة مجد الخطيب لم تصرح بهذا التصريح في أي جريدة أو حوار تلفزيوني لها وبسبب قصر التعاطيها للمواد المخدرة وشرب الخمور فأصيبت بعدة أمراض من أهم الأمراض اللي أصرت على حياة مجد الخطيب إنها أصيبت بالتهاب رئى وحاد وفشل كلوي وسرطان المعدة ظلت تعاني مجد الخطيب فترة طويلة مع الأمراض حتى وفاتها المنية يوم 16 سبتمبر عام 2006 عن عمر يوناز 63 عام رحمة الله تعالى على الفنانة القديرة مجد الخطيب شكرا